اشتركوا في القناة هذه الصورة المتداولة والتي ينقلها كثير من الناس لكي يعبر على التطور وهي صورة خاطئة ولا تمثل حقيقة التطور العلم توا تطور وأصبح يفهم أكثر كيف وقع هذا التطور لم يقع على شكل خط مستقيم كما كنا نتصور وإنما وقع على شكل شجرة معقدة نوعا ما أدت إلى ظهور كثير من أنواع الإنسان وهذه الفكرة أن الإنسان أصل قرد هي فكرة لم تعد صالح اليوم وإنما الإنسان هو نوع من أنواع الحيوانات المستقلة يشترك مع حيوانات أخرى ومن بينهم القرن في جد مشترك تفرع إلى عدة فروع وأدى إلى ظهور أشباه الإنسان وأنواع من البشر ومنها الإنسان الحالي إذن هوني حبينا نركز على نقطين قبل ما نبدأ هذه الفيديو النقطة الأولى أن الإنسان يشترك مع حيوانات أخرى في جد مشترك النقطة الثانية ليس هناك نوع واحد من الإنسان ومن هنا نواصل الحديث متاعنا فين وصلنا في الفيديو السابقة لقد علمنا أن الإنسان الساحل التشادي توماي الذي ظهر قبل سبعة ملايين سنة وانقرض بعد الجفاف الذي أصاب المنطقة ليس لنا به أي صلة إلا من خلال الجد المشترك الذي يجمعنا معه وهذا الإنسان لم يعد له وجود أصلا أما أقدم جد توصل إليه العلماء إلى وقتنا الحاضر والذي يتفرع منه كل أنواع الإنسان فيما بينهم الإنسان الحالي هو أوراوين توجنسيس الذي ظهر في منطقة كينيا قبل ستة ملايين سنة والإسم متاعه يعني الإنسان الأصلي وهو ينتمي إلى نوع من أنواع أشباه الإنسان ومن المحتمل أن يكون هناك أنواع أخرى من أنواع أشباه الإنسان ولكن الذي يهمنا هنا هو هذا النوع الذي ينحدر منه بدورة عدة أنواع أخرى التي بعضها تم اكتشافها والبعض الآخر لم يتم اكتشافها بعد والذي يهمنا هنا هو النوع الذي ننحدر منه نحن وهو الاردي بيتيكوس من هذا النوع الذي يطلق عليه الاردي بيتيكوس ظهرت بدورها عدة أنواع من أنواع الاردي بيتيكوس منها ما يطلق عليه الاردي بيتيكوس كتباه وفما أنواع أخرى طبعا ولكن الذي يهمنا هنا هو الاردي بيتيكوس راميديوس هذا النوع من الإنسان عاش قبل 5 إلى 4 ملايين سنة وتم اكتشافه في منطقة تنزانيا وأثيوبيا هذا يبلغ تقريبا طوله من بين 120 و150 سنتيمتر ويوزن 50 كيلو وتم اكتشاف كثير من الأشخاص الذي ينتمون إلى هذا النوع من الإنسان أهم هيكل عظمي تم اكتشافه من هذا النوع من الإنسان والذي يعتبر هيكل عظمي شبه كامل لأنثى من هذا النوع يطلق عليه اسم أردي عاش هذا الإنسان منذ 4.4 ملايون سنة تقريبا في الأول كانوا يظنون أن هذا النوع من الإنسان ينحدر منه الإنسان الحالي ولكن بعد دراسات مطولة اكتشفوا أن هذا النوع من الإنسان ما هو إلا يشترك في جد مشترك مع الإنسان الحالي إذن من جد مشترك مع أرتيبيتيكوس راميديوس الذي ظهر من بين 5 إلى 4 مليون سنة ظهر النوع الذي يهمنا هنا وهو الأسترولوبيتك إذن الأسترولوبيتك هو الذي يهمنا هنا وهو ظهر قبل 5 إلى 4 مليون سنة في شرق إفريقيا جهد كينيا وتنزانيا وأثيوبيا وانتشر بطريقة غريبة نحو الجنوب ووسط إفريقيا أقدم نوع من أسترولوبيتك تم اكتشافه إلى هذه الساعة هو أسترولوبيتك أنيمينسيس الذي يعني الماشي على قدمي عاش هذا النوع من الإنسان في منطقة كينيا قبل 4.2 إلى 3.9 مليون سنة تقريبا تم اكتشاف أول هياكل لهذا الإنسان في كينيا سنة 1965 ثم بعد عشرات السنوات تم اكتشاف أجزاء أخرى من هذا الإنسان وهذا النوع من الإنسان تفرع إلى عدة أنواع أذكر أهمهم هما أسترولوبيتك أفيرنسيس وأسترولوبيتك أفريكانوس أسترولوبيتك أفيرنسيس مهم ناشوني على خطر إنقرض متوصلش والذي تنتمي إليه المعروفة لوسي بينما الذي يهمنا هنا هو أسترولوبيتك الأفريقي من هذا النوع تفرع نوعين النوع الأول يطلق عليه الإنسان الأثيوبي ظهر تقريبا قبل زوز فاصل 7 إلى زوز فاصل 3 مليون سنة أما النوع الثاني هو أسترولوبيتك جاري قبل تقريبا 2.6 مليون سنة أما بالنسبة للإنسان الأثيوبي فهو تفرع إلى فرعين الفرع الأول يطلق عليها الإنسان الأثيوبي المتين ظهر من بين 2.2 إلى مليون سنة وهو ظهر من بين 2.6 إلى 1.2 مليون سنة هذا النوع تقريبا الإنسان الأثيوبي انتهى وانقرض ومتوصلش لنا يعني إذ محل كليا أما اللي همنا هنا هو الأسترولوبيتك جاري ظهر منذ 2.6 مليون سنة تقريبا تم اكتشاف البقاء يمتعه في أثيوبيا واسمه يعني المفاجأة هذا النوع من الإنسان يمتاز بمخ قريب جدا من بقية الأسترولوبيتك ولكن جدا قريب من مخ الإنسان الحالي في الكبر حيث كبر مخه 450 سنتيمتر مربع ولهذا يعتبر هذا النوع من الإنسان هو اللي بش يظهر منه الإنسان الحالي ومنه يظهر أنواع الأمو هناك ثلاث أنواع من الأمو ظهروا من أسترولوبيتك جاري الأول نطلق عليه إنسان بحيرة رودولف ظهر تقريبا قبل زوز مليون سنة وانقرض بسرعة ثم هناك الإنسان العامل ظهر في نفس الوقت تقريبا مع الإنسان بحيرة رودولف ولكن انقرض تقريبا قبل 1.4 مليون سنة وكان هذا النوع من الإنسان يستعمل بعض الأدوات وظهر أيضا ما نطلق عليه بالإنسان الماهر وهو إنسان يعني ظهر تقريبا قبل 2.3 إلى 1.4 مليون سنة وانتشر في تلك المنطقة وكل هذا من أنواع متاع الأمو وكل أنواع الإنسان قبل الأمو لم يغادروا إفريقيا من الإنسان العامل ظهروا زوز نواع من الأمو الأول نطلق عليه الإنسان المنتصب ظهر قبل 1.6 مليون سنة ونوع ثاني اسمه إنسان الهيدلبرغ ظهر تقريبا قبل 1.8 مليون سنة هذوما النوعين من الإنسان هما اللي بش يخرجوا من إفريقيا أول واحد يخرج من إفريقيا هو ما نطلق عليه الإنسان المنتصب الإنسان المنتصب الذي يطلق عليه أمو إيركتوس هو أول إنسان يخرج من إفريقيا ظهر منذ مليون ستميات ألف سنة تقريبا وفي الأول كانوا يتصورون إنه انقارض قبل 400 ألف سنة ولكن آخر البحوثات أكدت إنه كان موجود قبل 50 ألف سنة أي لحقة على الإنسان العاقل هذا النوع من الإنسان كان يستعمل الأدوات ومنهم استعماله للفاس وانتشر انتشار كبير نحو الشرق وشمال إفريقيا ونحو آسيا الوسطى وآسيا الجنوبية وحتى أنهم يقولوا انتشر في جنوب أوروبا أما النوع الثاني من الإنسان الذي يطلق عليه إنسان هيدلبرغ فهذا بدورة خرج من إفريقيا وانتشر نحو شمال إفريقيا ونحو قليل من آسيا ولكن التواجد متاعه الكثير كان في أوروبا وهناك في أوروبا تطور هذا الإنسان وأصبح يطلق عليه إنسان النيدرتال اللي ظهر تقريبا من بين 350 و400 ألف سنة ووقعت هجرات أخرى من إفريقيا نحو آسيا وأوروبا لأنواع أخرى من البشر المهم أصبح في منطقة إفريقيا وآسيا وأوروبا ثلاثة أجناس تقريبا من البشر قبل ما نتكلموا على أنواع البشر اللي موجودة في إفريقيا وآسيا وأوروبا حبيتوا نقول اللي قبل 200 ألف سنة تقريبا ظهر نوع من الإنسان في إفريقيا اسمه الأموسابيان ما يسمى بالإنسان العقل وهذا الإنسان بقى فترة طويلة في إفريقيا لم يتحرك إلا قبل 120 ألف سنة بدأ يتحرك ويختلط بالأنواع الأخرى من الإنسان والآن نتكلموا على الأنواع اللي كانت موجودة قبل خروج الإنسان العقل عندما بدأ يخرج الإنسان العقل من إفريقيا قبل قرابة 50 ألف سنة التقى ثلاثة أنواع من البشر نوع موجود في أوروبا اسمه الإنسان النيدرتال اللي تكلمنا عليه وألتقى في شمال آسيا أو في وسط آسيا الإنسان اللي نطلق عليه دينيسوفا أما في جنوب آسيا التقى بالإنسان الذي نطلق عليه فلوريس الإنسان النيدرتال الذي ظهر قبل 350 ألف سنة وعمر كل أوروبا وشمال إفريقيا ووسط آسيا عرف بصفات خاصة بهو وهذه الصفات التي يمتاز بها أنه يعتبر من النوع الأبيض وعندما جاء الإنسان العاقل إلى تلك المنطقة اختلط به في الأول كنا نتصور مفماش تناسل من بيناتهم ولكن الدراسات الحديثة اكتشفت أنه عندنا نسبة من النيدرتال في الجينات متاعنا هذا يدل على أن هناك تزاوج من بيناتهم وانقرض النيدرتال قبل تقريبا 25 ألف سنة أما الإنسان الذي يطلق عليه دينوسوفان الذي توجد في تقريبا شمال آسيا الذي ظهر منذ 410 ألف سنة وهو بدوره التقى بالإنسان العاقل وهذا الإنسان فيه صفات الجنس الماغولي الذي يميز على الجنس الأبيض الأوروبي وعندما اختلط به في الأول نفس الشيء كنا نسخيب مفماش تزاوج مبيناتهم ولكن بالله ديانا اكتشفنا أنه فمع نسبة 3 إلى 5% في الجينات متاعهم من هذا الجنس الذي انقرض نفس الشيء قرابة تقريبا قبل 30 ألف سنة ونفس الشيء بالنسبة للإنسان اللي نطلق عليه الإنسان فلوريس اللي توجد قبل تقريبا 100 ألف سنة في منطقة جنوب آسيا والذي هو يحمل صيفات خاصة بتلك المنطقة وفي الأول كنا نسخيب ولي هو وقتها التقى الإنسان العاقل لم يتم الإختلاط ولكن مع اكتشاف العديان اكتشفنا أن هناك نسبة من هذا الإنسان موجودة في الإنسان الحالي الذي يعيش في جنوب آسيا وانقرض هذا الإنسان قبل تقريبا 15 ألف سنة إذن بعد ظهور الإنسان العاقل قبل 200 ألف سنة تقريبا في إفريقيا وبقى فترة طويلة في إفريقيا ثم بدأ يخرج من إفريقيا قبل تقريبا 50 ألف سنة وعمر آسيا وعمر أوروبا وانتقل حتى إلى أمريكا يعني النجم قوله أن قبل 30 ألف سنة كان الإنسان العاقل مسيطر على كل الكرة الأرضية وباختلاطه مع أنواع الإنسان الموجودة على عين المكان في كل بلاسة يمشي لها وانقراض الإنسان القديم بعد لسيطر الإنسان العاقل عليه أصبحت عنا تقريبا قبل 20 ألف سنة أنواع من الشعوب الواضحة ما يسمى بالإفريقي والأبيض اللي في أوروبا والمغولي اللي في شمال آسيا وفي أمريكا والآسيوي اللي في جنوب آسيا ونواحي أستراليا يعني هذوما الأربع أنواع متاع البشر اللي موجودين على الأرض قبل 20 ألف سنة وبسيطرة الإنسان العاقل العاقل على كل الأرض وانقراض كل أنواع البشر الأخرى بدأت تتكون الشعوب على جميع الكرة الأرضية وكل شعب يخذ منطقة معينة إذن تقريبا وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو الذي توقف قبل تقريبا 20 ألف سنة ومعه فيديو قادم وبسلامة وشكرا